في يوم سلاح الدفاع الجوي الإيراني الذي يعتبر أحد أهم عوامل الحسم في الحروب الحديثة استعرض قائد هذا السلاح اللواء الركن فرزاد اسماعيلي إنجازات سلاحه على الصعيد العملاني والتقني وعلى تدريب الكوادر والهيكلية القيادية المعتمدة في السلاح بالتعاون مع الجيش والحرس الثوري نشرنا أنظمة جديدة للدفاع الجوي في المواقع الحيوية والاستراتيجية والنووية في جنوب شرق وجنوب غرب البلاد وسنقوم بإسقاط الأهداف على بعد مئات الكيلومترات ويبلغ عدد مواقع الانتشار فيها قرابة الأربعة ألاف موقع قاعد سلاح الدفاع الجوي أكد أن قواته ترصد حركة الملاحة في المنطقة على مدايات واسعة وكشف عن رادارات غير قابلة للرصد وأخرى مخصصة للأهداف المنخفضة إضافة إلى أنظمة الاتصال الآمنة وأنظمة التنصت الإلكتروني التي اعتبرها من أسرار الدفاع الجوي وتطوير أجيال من الطائرات بدون طيار ذات المهام الخاصة والاستراتيجية قادرة على رصد الأهداف بدقة والتحليق لمسافات طويلة وعن الجانب الصاروخي الردعي أشار اسماعيلي إلى العمل على عدد من الأنظمة التي دخلت الخدمة وأخرى ما زالت في طور التجارب الأولية ومنها منظومة باور أس ثلاثمائة وثلاثة وسبعون والتي يؤكد خبراء أنها توازي منظومة أس ثلاثمائة الروسية الصنع يجري العمل على منظومة باور ثلاثمائة وثلاثة وسبعين والتي تم إنجاز نظامها الداخلي تقريبا والتجارب الأولية إضافة إلى العديد من أنظمة الصواريخ التكتيكية والمتوسطة وتم تركيب صاروخ صياد على منظومة أس مائتين بعد تكييفه إسماعيلي أشار إلى المناورة الموسعة التي تعتزم وحدات الدفاع الجوي القيام بها خلال النصف الثاني من العام الإيراني الحالي بالتعاون مع مختلف أذرع القوات المسلحة في مناطق جبلية معقدة التضاريس وبتكتيكات تختلف عما سبقها من مناورات محمد حسين الموسوي العالم طهران